الميليشيات عادت لمهاجمة القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي بمهاجمة قاعدة عين الأسد قبل 48 ساعة من الآن بطائرة مسيرة واحدة وتحصنا هنا وبشكل حصري في قناة التغيير الفضائية على اللحظات الأولى للتصدي من قبل المنظومات الدفاعية الموجودة في قاعدة عين الأسد إلى الطائرة المسيرة وكما نلاحظ بأن هذه الطائرة رشق جاءتها طبعا من منظومة السيران بعدها اختلت توازن لهذه الطائرة وجاء مباشرة صاروخا لينهي هذه الطائرة بهذا الشكل واضح من طبيعة الانفجار الذي جاء من هذه القذيفة واضح بأن هذه الطائرة محملة بالتين تي بشكل كبير وبعدها سقطت هذه الطائرة في محيط قاعدة عين الأسد بهذا الشكل وهناك سبب لتدخل منظومتين للدفاع كما هو واضح بالنسبة لهذه الطائرة فبالإضافة إلى أن كون هذه الطائرة كما هو واضح بأنها طائرة كبيرة وليس طائرة مسيرة صغيرة فالواضح من أشلاء هذه الطائرة كما نلاحظ بهذا الشكل بأن الطائرة مصنعة من ألياف الكاربون وألياف الكاربون في العادة هي تجعل الطائرة المسيرة أخف وزنا ما يجعلها طبعا تتمتع بسرعة أعلى وبقدرة كبيرة جدا على المناورة وكذلك لديها قدرة للتحمل مقارنة بطائرات المسيرة المصنعة مثلا من الألياف الزجاجية وهذا الذي تسبب طبعا بكل تأكيد أن لا نرى فقط منظومة السيران بل أن نرى منظومة أفنجر أن تتدخل كما كان هو واضحا من المقطع المصور الذي تحصلنا عليه بكل تأكيد في هذا التصدي ولكن في نفس الوقت أن هناك تحولا واضحا بالنسبة للفصائل المسلحة الموالية لإيران في عملية تصنيع الطائرات المسيرة بدأ يظهر خلال هذا العام بالتحول من تصنيع الطائرات المسيرة من الألياف الزجاجية إلى ألياف الكاربون التي تحدثنا عنها ففي يناير الماضي وعند محاولتهم للانتقام لما جرى من اختيال للجنرال الإيراني قاسم سليماني كان هناك هجوما بالطائرات المسيرة على مطار بغداد وواضح جدا من طبيعة الطائرة هنا من الشكل الواضح للطائرة بأنها أيضا مصنعة من ألياف الكاربون بنفس الطريقة طبعا وواضح أيضا من هذه اللقطة الأخرى التي جاد بمقطع المصور لهذه الفصائل قبل مهاجمة مطار بغداد كان واضحا بأن ألياف الكاربون حاضر في عملية صناعة هذه الطائرة وبالتالي نحن أمام طائرات أخطر من الفترة السابقة من السنة الماضية بكل تأكيد ولكن أيضا في نفس الوقت والسؤال الأهم من أين جاءت هذه الطائرات الأنباء الأولى تحدثت منذ عملية الهجوم ومن اللحظات الأولى من هذا الهجوم تحدثت الأنباء بأن الهجوم جاء من صحراء كبيسة هنا كما نلاحظ طبعا هذه هي قاعدة عين الأسد كما تلاحظون وهذه هي كبيسة وبالتالي صحراء كبيسة يعني هي كبيرة جدا ومساحة خالية كبيرة جدا فممكن من هذه المسافة على سبيل المثال أن تقطع ما يقارب 27 كيلو مترا وأن تصل إلى هذه القاعدة هذه كانت الأنباء الأولية عن طبيعة انطلاق هذه الطائرة ولكن سرعان ما تغيرت هذه القصة وتحولنا إلى قصة مختلفة تماما أن توضح أن الطائرات لم تكن قادمة من الداخل العراقي ولم تنطلق من الداخل العراقي وهذا واضح من أحدى أهم الصحفيات والمراسلات للبي بي سي بكل تأكيد وهي تحدثت عن مسؤول عسكري وتحصلت على معلومات قالت نوع الطائرة المسيرة هو نفس نوع الطائرة التي لوحظت سابقا وهي تطير إلى العراق قادمة من إيران في إشارة إلى هذه الطائرة المسيرة بالحقيقة هي كانت طائرتين مسيرة تم أسقاطها من قبل التحالف الدولي في الثاني عشر من فبراير الماضي وهذه الطائرات فيما بعد كانت الأمور غامضة ولكن فيما بعد جاءت معلومات وتم تأكيدها من قبل الأوساط الإسرائيلية مثل جروزون بوست التي أكدت بأن هذه الطائرات كانت هي قادمة من إيران مباشرة وكانت تحلق فوق أربيل وتمكنت تحالف الدولي من إسقاطها وبعد الفحص لهذه الطائرات وجدوا بأنها كانت متوجهة إلى أهداف موجودة في عمق إسرائيل وطبعا بعد ذلك بـ 48 ساعة وبعد معرفة إسرائيل لهذه المعلومات وأن هذه الطائرات تستهدف إسرائيل تم استهداف هذه القاعدة وهي قاعدة مهادشت التي تأتي إلى غرب محافظة كرمنشا على مسافة ما يقارب الـ 21 كيلومترا بحسب المصادر الإيرانية التي تحدثت من إسرائيل هاجمت هذا المستودع للطائرات المسيرة في هذه القاعدة بستة طائرات مسيرة مفخخة إسرائيلية ودمرتها بهذا الشكل وبعد تقريبا ثلاثين يوما شهدنا ما شهدناه من الهجوم الذي جاء بالصواريخ الباليستية من عمق إيران على أربير والتي استهدفت نقاطا مدنية موجودة وواحدة منها هذه الفيلة الكبيرة التي استهدفت بالصواريخ الباليستية وهي الفيلة التابعة إلى الشيخ باز رؤوف كريم البرزنشي بهذا الشكل الذي ترونه طبعا بكل تأكيد ولكن أيضا في هذه القضية إذا ما عدنا الآن وما يزيد تأكيد قضية الطائرة المسيرة بأن هذه الطائرة هي تشبه الطائرة ونفس النوع الذي جاء في الثاني عشر من فبراير إذا ما عدنا إلى الطائرة في الثاني عشر من فبراير التي لاحظناها الآن وأخذنا عددا من الملاحظات فنلاحظ هنا مثلا شكل الطائرة يبدو بهذا الشكل المميز طبعا هذا الجناح الخاص المرتفع بهذا الشكل كذلك وكأن هناك شكلا مربعا يأتي على الجناح بكل بساطة وكذلك واضح بأن مقدمة الطائرة تأتي بهذا الشكل وكذلك أن ظهر الطائرة يبدو بارزا بشكل مميز بهذه الطريقة الآن وبصورة حصرية تحصلنا عليها أيضا وهي تعرض لأول مرة على الشاشات هنا في برنامج رأس السطر على قناة التغيير الفضائية هذه هي الصورة الحصرية التي تحصلنا عليها للطائرة المسيرة التي قامت بمهاجمة قاعدة عين الأسد في الساعات الأولى من الجمعة الماضية وكما تلاحظون لهذه الطائرة بعد تجميعها سنلاحظ بأنها وبأن هناك علامات كثيرة توضح بأنها نفس الطائرة التي تم إسقاطها في الثاني عشر من فبراير والتي انطلقت من إيران وواضح من خلال هذا الشكل لهذا الجناح واضح من طبيعة التصميم الخاصة بهذه الطائرة بأننا حتى ظهر الطائرة البارز بهذا الشكل وحتى المحرك الخاص بها طبعا يوضح طبعا بأن هذه الطائرة هي طائرة فعلا ويرجح حقيقة أن الطائرة لم تكن قد انطلقت من داخل الأراضي العراقية بل أنها قد تكون فعلا انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية مباشرة إلى الداخل العراقي في رسالة واستهداف كبير للغاية ولكن أيضا كانت هناك قبل ساعتين تقريبا من الآن من بدئنا لهذه الحلقة كان هناك لقاء مهم بعد هذا الهجوم الذي نتحدث عنه على قاعدة عين الأسد في استقبال طبعا لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي لقائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له بوجود طبعا السفير الأمريكي ماثيو تولر في العراق وفي هذا اللقاء أكدوا عملية استمرار التعاون لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وكذلك لوأد النشاطات الإرهابية للجماعات الإرهابية بشكل عام في تأكيدا للتعاون بشكل أكبر ولكن المثير بهذا الأمر بأن هذا لم يكن الهجوم الوحيد الذي تعرض له التحالف الدولي لا أبدا بل أن قبل ساعات من الهجوم الذي تم على قاعدة عين الأسد كان هناك هجوما على قاعدة أخرى للتحالف الدولي وهي موجودة في سوريا ونتحدث هنا عن قاعدة حقل العمر النفطي الموجودة في القرية الخضراء هنا بهذا الشكل المرصد السوري لحقوق الإنسان أعطى معلومات مثيرة عن هذا الأمر بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي قامت باستخدام خمسة قذائف أو خمسة صواريخ في هذا الهجوم واثنان من هذه الصواريخ طبعا وصاروخين في حقيقة الأمر هي التي انفجرت وأكد طبعا التحالف الدولي في حينها في بيان سريع عن هذا الأمر بأنه تمت إصابة مبنيين للدعم موجودة في هذه القاعدة ولكن الأمر المختلف في هذه الهجمة هي أدت إلى إصابة أربعة من الجنود الأمريكيين التابعين للتحالف الدولي ليس هناك قتلى نهائيا وكان هناك تصريحا من أحد المسؤولين الأمريكيين لرويترز أكد بأن الجنود عادوا إلى الخدمة من جديد على الرغم أن كانت هناك شكوكا أن أحد الجنود تعرض إلى إصابة في الدماء ولكن عادوا إلى العمل بكل تأكيد الأمر الأساسي هنا بعد هذا الهجوم الذي تم بهذا الشكل كانت هناك أنباء متضاربة المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن كانت هناك هجمات صاروخية تمت من قبل التحالف الدولي على النقاط التي تم إطلاق منها الصواريخ قد تكون من الميادين بهذا الاتجاه كونها قريبة بما يقارب ثمانية كيلو مترا من هذه القاعدة المهمة للغاية وقد يكون طبعا الرد ليس فقط في الطائرات بل أن هذه القاعدة قاعدة حقل العمر النفطي هي يتواجد فيها طبعا مدافع وسابقا كان هناك استخدام لهذه المدافع وتحديدا في شهر يناير الماضي إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي إلى القاعدة هذه قاعدة حقل العمر النفطي وإذا ما اقتربنا من هذه المنطقة سنلاحظ بأننا أمام مدفعين للتحالف الدولي ممكن جدا أن تصل أهدافها وأن تضرب وأن تردع وطبعا في قضية الدفاع عن النفس هي تأتي تحت طائلة أو تحت إطار الدفاع عن النفس في حالة توجيه أي ضربة ولكن أيضا في نفس الوقت كانت هناك مصادرا أكدت بأنه لم يكن هناك ردة فعل مباشرة من التحالف الدولي بل كان هناك تحليقا فقط فوق هذه المناطق التي نتحدث عنها هذه التفاصيل كلها تأتي خلال ساعات وهذا التطور الكبير خاصة وأن هذا الهجوم الذي يأتي على حقل العمر النفطي هو جاء أساسا بعد تقريبا ثلاثة أشهر من توقف الهجمات من الفصائل المسلحة على قواعد التحالف الدولي وحتى الهجوم على قاعدة عين الأسد هو جاء بعد أكثر تقريبا من شهرين من توقف للهجمات منذ نهاية شهر يناير الماضي لم يكن هناك هجوما على التحالف الدولي وهي تعود وهي تعود بشكل مثير مع تطور كبير تم في قضية عالقة تماما في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهي متعلقة بمسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب هذا الأمر كشف عنه ديفيد أغنيشيس وهو واحد من أهم الخبراء في حروب الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم كان هناك مسؤولا أمريكيا أبلغه بشكل صريح وواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب وهذا كان واضحا من قبل ديفيد أغنيشيس كما نشره ونشر هذه التفاصيل على الواشنطن بوست بهذا الشكل وقد نكون هنا هذا وقد يكون هذا سببا كافيا لمعرفة لماذا نرى هذه الهجمات التي نتحدث عنها على قاعدة عين الأسد وحقل العمر النفطي وممكن هجمات مستقبلية على قواعد أخرى يتواجد فيها مستشارو التحالف الدولي المثير بأن الفصائل المسلحة على الرغم من أنها تضغط على التحالف الدولي بهذا الاتجاه إلا أن إسرائيل من جهة أخرى هي تضغط على الفصائل المسلحة أيضا بهجمات في العمق السوري وهذه طبعا كانت واضحة من تفاصيل أيضا اهتم بها المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي كشف تفاصيل هذا الأمر بأن سلاح الجو الإسرائيلي يوم أمس وفعلا قام بهجوم كان قادما من البحر المتوسط ووصل بحسب وكالة الأنباء السورية وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى شمال لبنان بهذا الاتجاه وبدأوا وقاموا بهجمات مباشرة بالطائرات على قرية مصياف التي ترونها أو مدينة مصياف ريف مصياف بهذا الاتجاه واستهدفوا ثلاثة نقاطا هي قرية السويدي ومصياف وكذلك قرية الزاوي بهذا الاتجاه ثلاثة ضربات عدد من الأهداف استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي طبعا بكل تأكيد والمرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هذه المنطقة هي مليئة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران وحزب الله اللبناني وأن لديهم مصانع كثيرة هنا لصناعة الطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها من الأمور التكنولوجية المتعلقة بالمسائل العسكرية وكانت الأنباء السورية في نفس الوقت أكدت بأن المنظومات الدفاعية كانت حاضرة في مسألة التصدي لهذه الهجمات الإسرائيلية وأسقطت عددا من الصواريخ ولكن هذا ليس واضحا من طبيعة التصدي ولجح هذا التصدي من خلال هذه المقاطع التي ترونها أمامكم بأن الضربات فعلا التي جاءت مساء يوم أمس هي كانت مؤثرة للغاية استهدفت أهدافها بدقة عالية للغاية في ريف مصياف وكذلك في القرى التي تحدثنا عنها جاءت بشكل موزع بهذا الشكل وواحدة من النقاط المهمة هي كانت قرية السويدي التي تأتي إلى جنوب مصياف بهذا الشكل كان الاستهداف على مرتفع على جبل بهذا الاتجاه دعونا نذهب إلى القمر الصناعي فقط لنق نظرها على طبيعة الأهداف التي تم استهدافها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كانت الضربة موسعة للغاية إذا ما قمنا بالهبوط الآن بالقمر الصناعي على ريف مصياف على مدينة مصياف سنلاحظ بأن هذه هي مدينة مصياف دعونا نهبط إلى قرية السويدي بهذا الاتجاه وإلى غربها سنرى هذا الجبل أمامكم هو جبل الذي كان يحترق في المقطع المصور وهذا واضح بأن كانت هناك منظومة دفاعية استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي ليكمل مهماته دعونا نذهب إلى الهدف الآخر الذي استهدفوه في مصياف في شماله شمال شرقه تقريبا في هذه المباني التي تعتبر قاعدة خطيرة جدا واحدة من النقاط التي استهدفتها إسرائيل في عام 2019 هي هذه النقطة قد تكون هي المباني قد أنهو مسألة المباني هنا ليس هذا واضحا من القمر الصناعي ولكن هذه القاعدة عند الالتفاف بهذا الشكل لكي ننتبه اهتمت فيها ImageSat International في عام 2019 وكشفت حقيقة هذا الموقع بالتمام والكمال وأكدت بأن هذه هي عبارة عن منطقة لتصنيع الصواريخ لتصنيع الطائرات المسيرة من قبل إيران من قبل الحرس الثوري الإيراني وغيرها من هذه التفاصيل كما هو ملاحظ من عام 2019 في شهر أبريل تحديدا في الثاني عشر من أبريل واللقطة التي رأيناها في القمر الصناعي واضح طبعا أن هناك تحديدا من ImageSat International بأن هذه قد تكون قاعدة محتملة للإيرانيين وكذلك هذه مصانع التي ضربت والتي رأيناها طبعا وكذلك هذه المنطقة كلها بأكملها يعتقد بأنها تخدم خدمة كبيرة جدا بالنسبة لإيران والفصائل المسلحة وحزب الله اللبناني وبالتالي هذا قد يوضح سبب عملية تعرض هذه المنطقة إلى هذه الضربة وكذلك إذا ما توجهنا إلى شمال مصياف إلى قرية الزاوي سنلاحظ بأن هذه هي القرية ودعونا نقترب من هذه المنطقة هذه هي معامل الصواريخ التي أكد أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان مسألة استهدافها وواضح جدا أن هذه المنطقة استهدفت في السابق بهذا الاتجاه وبهذه الاتجاهات بأكملها هي كانت هدفا أيضا ضربت من قبل سلاحة جو الإسرائيلي بكل تأكيد يوم أمس بهذا الشكل وعلى هذا الأساس واضح جدا بأننا أمام اشتعال للضربات يمينا وشمالا هنا تحدث في العراق وتحدث في سوريا فيها إسرائيل وغيرها من تفاصيل التطورات في القضية النووية وطبعا هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر